أعزائي طلبة المرحلة الثانية السلام عليكم نستكمل وياكم محاضرات الفصلة الرابع ومحاضرة اليوم راح نبديها بالمثال 14 هذا المثال تركنا واجب من المحاضرة السابقة وقلنا شو راح نوجد المشتقة الخامسة للمشتقة الثانية لx والمشتقة الثالثة إلى y وبالتالي طينا تنويح شو راح نحل هذا المثال بالمحاضرة السابقة وقلنا انه احنا هنحل المثال هذا بالشكل التالي انه احنا راح نكتب المشتقة الخامسة إلى f والمشتقة الثانية إلى x والمشتقة الثالثة إلى y بهذا الشكل انه هي مشتقة أولى إلى x ومشتقة أولى إلى x وثلاث مشتقات إلى y لهذه الدالة الآن راح نبدأ بالاشتقاق لهذه الدالة فالمشتقة الأولى رح نعيد كتابة المشتقات مع ألتنا اللي رح تكون Partial Partial X Partial X مرة ثانية وعدنا مشتقة إلى Y ومشتقة أخرى إلى Y الآن رح نشتق المشتقة هالي الأولى إلى Y الأكس ينزل ثابت مشتقة السين هو كوسين Y ومشتقة الإكسبونينشل بالنسبة إلى الواي هو إكسبونينشل Y الآن الخطوة اللي بعدها تنزل المشتقات مثل ما هي الآن الآن رح نشتق معها ثانية إلى Y الأكس مثل ما هو أيضا ينزل ثابت مشتقة الكوسين هو السالب سين وأيضا الإكسبونينشل المشتقة إلى Y هو نفسه الآن أيضا تنزل أدنى المشتقات اللي بالنسبة إلى X الآن نشتق المشتقة الثالثة إلى Y وبالنسبة للمشتقة الثالثة إلى Y هتكون عندنا مثل ما السالب X ينزل ثابت مشتقة السين هو كوسين والإكسبونينشل ينزل نفسه الآن أيضا مشتقة عندنا إلى X الآن رح نشتق هذا المقدار بالنسبة إلى X الكوسين Y يعتبر هنا ثابت فنشتق بالنسبة إلى X فسي عندنا السالب كوسين Y لأن المشتقة الثالثة إلى X هي واحد والإكسبونينشل Y مشتقة بالنسبة إلى X رح تكون صفر وأخيرا رح نشتق هذه الدالة بالنسبة إلى X هذه الدالة تعتبر ثابت بالنسبة إلى X لأن ما كعدنا أي X وبالتالي ناتج هذه المشتقة هو صفر وطبعا أغلب أكثر من طالب حلوا هذا المثال وتوصلوا إلى هذه النتيجة إلى أن نبدأ موضوعنا لهذا اليوم أدنا الميكسد ديريفتف ميكسد ديريفتف تيورم F, F of X, Y and its partial derivatives F, X, F, Y F, Y, X, F, X, Y إذا كانت الدالة F وكل مشتقاتها الجزئية هنا الأولى والثانية مشتقات الجزئية الأولى والمشتقات الجزئية الثانية are defined in a region containing A هذه كلها هي معرفة على فترة تحتوي للنقطة A عرفوا in a region containing a point A, B هذه النقطة A موجودة بالفترة A, B and are all continuous at A, B وكلها الدوال مستمرة على هذه الفترة then فالمشتقات المختلطة F, X, Y تساوي لي المشتقات المختلطة F, Y, X إحنا سابقا قلنا أنه أكو فرق بالترميز من نكتب F, X, Y عن ما نكتب F, Y, X قلنا هنا بالنسبة للأولى معناها هح نشتق بالنسبة إلى X وبعدين نشتق إلى Y أما هنا فهح نشتق بالنسبة إلى Y وبعدين نشتق بالنسبة إلى X ليس بالضرورة أن تكون هذه مساوية إلى هذه ليس بالضرورة أن تكون هذه المشتقات المختلطة هي متساوية من أشتق إلى X وبعدين نشتق إلى Y أو أشتق إلى Y بعدين نشتق إلى X هذا الشرط يطيننا أنه شكت تكون هذه المشتقات متساوية إذا كانت الدالة وكل المشتقاتها الجزئية هي معرفة ومستمرة على الفترة التي نعمل عليها إذا الفترة اللي جاني اشتق عليها كل هذه الدواء تكون معرفة ومستمرة على هذه الفترة فأحصل هذه النتيجة أن المشتقة المختلطة ستكون متساوية بالنسبة إلى هذه النظرية لدينا الآن مثال 15 أوجد لي FZY المطلوب هو FZY إذا كانت الزت هي عبارة عن FUV والU هي X تربيع ناقص Y تربيع والV هي اثنين XY الآن عندي دالة Z معتمدة على متغيرين اللي هما الU والV وكل من الU والV معتمدة عليهم على متغيرين اللي هما الX والY يعني إذا أكتب مثل الدالة الماتية ستكون بهذا الشكل اللي هي Z معتمدة عليهم على الU وعلى الV والU والV أيضاً معتمدة على الX والY والV أيضاً معتمدة على الX والY بهذا الشكل هي الدالة مالتي الآن المطلب مالتي هو إيجاد Z XY ومعناها هنا مثل ما قلنا أنه معناها هاشتق بالنسبة إلى X ومن ثم هاشتق بالنسبة إلى Y دعونا نشوف ما رح نحل هذا المثال الآن مثال 15 عشتق بالنسبة إلى X ومن ثم المطلب مالتي 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 Z تساوي لF U والV والدالة U هي X تغبيع ناقص Y تغبيع والدالة V هي 2XY الآن أول خطوة هي Z sub X واللي هي راح تكون مشتقة الدالة بالنسبة إلى X يعني راح أشتق الدالة F شون أوصل للX عن طريق U والV إذا لازم أشتق بالنسبة إلى U وأشتق U بالنسبة إلى X بعدين أشتق الدالة بالنسبة إلى V وأشتق V بالنسبة إلى X الآن الآن هذه المشتقة الأولى وهذه سأقدر أكتبها أنه مشتقة U بالنسبة إلى X هي 2X في F sub U أشتق أشتق بإختصار بهذا الشكل F sub U وزائدا مشتقة V بالنسبة إلى X هي 2Y ومشتقة F بالنسبة إلى V راح أكتب بشكل مختصر اللي هي F sub V هذه هي المشتقة الأولى اللي هي Z sub X الآن المطلوب هو المشتقة الثانية اللي هي Z X Y وهذا معنى أنه أنا راح أشتق بالنسبة إلى Y منو الدالة اللي أنا واشتقيتها توني إلى X اللي هي منو هي 2X F sub U زائد 2Y F sub V الآن هذه هي الدالة مالتي تلاحظ جيدا هنا انتبه كله زي إنه شنو اللي عدنا هنا عدنا هذه الدالة هذه الدالة هنا الموجودة هس X هنا هذا هو ثابت واللي موجود هنا منو X هو ثابت وال F sub U هي دالة معتمدة على U وال V و معتمدة على X وال Y بالنسبة للجزء الثاني U هذه هنا العفو 2Y معتمدة واضح أنها دالة دالة ال Y وال F sub V هذه دالة معتمدة عليها من على U وال V وبالتالي معتمدة على X وال Y وبالتالي من أجي أشتق الآن بالنسبة إلى Y بالنسبة إلى هذه الدالة W وبعدها أشتق U بالنسبة إلى Y لأن أنا أشتق بالنسبة إلى Y فشون أصل لل Y عن طريق الدالة F وعن طريق الدالة F شنو عندي U وV وبالتالي أشتق بالنسبة إلى U أول مرة وبعدها أشتق U إلى Y نفس هالدالة أيضا أقدر أصل لل Y من خلال V وبالتالي أشتق الدالة F U أشتق إلى V ومن ثم أشتق V بالنسبة إلى Y هذا بالنسبة إلى الجزء الأول الآن سنتقل إلى الجزء الثاني الذي هو الاثنين Y F sub V واضح أن هذا الجزء هو عبارة عن الثنين الجزء الأول هذا هو الجزء الأول هنا قلنا أنه هذا الجزء B Y وهذا الجزء أيضا B Y وبالتالي من أشتق بالنسبة إلى Y سيكون لدي حاصل ضغم دالة N الآن زائد سأشتق الأول بالنسبة إلى Y وبالتالي مشتقتها بالنسبة إلى Y هي 2 و الدالة الثانية تنزل F sub V زائد الآن ال2 Y ستبقى ثابت ومن ثم منه سأشتق الآن سأشتق الدالة F sub V بالنسبة إلى Y شو رح أشتق هذه الدالة قلنا الدالة هي الدالة F وبالتالي حتى أوصل لل Y لازم أشتق بالنسبة إلى U ووصل لل Y بعدين أشتق إلى V وهنا أوصل إلى Y وبالتالي هندي V ووصل واشتق V بالنسبة إلى Y F وY ويو إلى Y بعدين نشتق الدالة إلى V والV إلى Y الآن نجي نعوض هذه المشتق ويساوي 2X مشتقة U بالنسبة إلى Y هي السالب 2Y لأن U هي أساسا X تغبيع ناقص Y تغبيع مضغوب بال F للW زائد مشتقة V بالنسبة إلى Y ستكون 2X لأن V هي 2XY وبالتالي من أشتقة بالنسبة إلى Y تبقى عندي 2X لل F U و V زائد هذه مشتقة تنزل نفسها F V زائد الآن عندي هذه 2Y مشتقة U بالنسبة إلى Y إنها سالب 2Y وال F لل V U زائد أيضا مشتقة V بالنسبة إلى Y آخر شيء موجود عندنا اللي هي 2X وبالتالي 2X ما ضموبة بال F W وفقط نحتاج أن نغلق هذا القوس الآن الآن رح ندخل هذا 2X على هذا القوس ويساوي أصير عندي السالب 4XY F W زائد 4X تربيع F U V زائد 2X F V وزائد الآن رح دخل 2X سالب هنا سالب 4X Y تربيع F V U وأخيرا قدنا قدنا 2Y و 2X سالب زائد 4X Y F W الآن قدنا 4X Y 4X Y F W F W V وبالتالي نقدر نطلع 4X Y أعمل مشترك ويكون قدنا F لل W ناقص F لل W قدنا هذه المشتقة مفردة فنستنزل هي 2F sub V بقد قدنا 4X تربيع و 4Y تربيع F U V و F V U هذه المشتقتين المختلطة مشتقة هنا مختلطة U V و V U هذه المشتقات متساوية ليش لأنه بالسؤال قال أنه كل المشتقات الجزئية الدالة وكل مشتقاتها الجزئية مستمرة وبالتالي هذه المشتقة المختلطة ستكون متساوية وبالتالي إذا كانت هذه متساوية فأقدر أكتب هنا بهذا الشكل أقول زائد أقدر أختار وحدة من عدهم كافي هيكون عندي أربعة X تربيع ناقص أربعة Y تربيع وبالتالي أكتب أي وحدة من عدهم هتكون نفس الشي U V الآن ويساوي الأربعة X Y أقدر أكتب هي 2 V لأن V هي 2 X Y وبالتالي أكتب 2 V F W V ناقص F W زائد 2 F V وزائد بالنسبة الأربعة X تربيع ناقص أربعة Y تربيع هذه هي U وبالتالي إذن تساوي لأربعة U F U V هذه هي المشتقة Z سب X Y المطلوب عندي هذه هي حسبناها هذا بالنسبة للمثال رقم 15 الآن عدنا المثال رقم 16 مثال رقم 16 يقول Find Partial Square W لل Partial T تربيع F أوجد المشتقة الثانية بالنسبة للT إذا كانت W هي F X Y والX هي Exponential T والY هي 2 T ناقص 1 W and its partial derivatives are all continuous هذا الشرط استفاد هنا من المثال السابق أنه قلنا F sub U و V ساوي لل F sub V و U هذا الشرط إذن هنا هذا الشرط أيضا سينفعني أنه المشتقات ستكون متساوية الآن نشوف شو رح نحل عن المثال هو المثال 16 هذا هو المثال 16 نبدأ الW ساوي F of X Y والX هي exponential T والY ساوي 20 ناقص 1 الآن البارشيل W إلى البارشيل T وبالتالي هذا حصل علي من اشتقاق الدالة F بالنسبة إلى X وبارشيل X إلى البارشيل T زائد المشتقات الدالة بالنسبة إلى Y في مشتقات الY بالنسبة إلى T وبالتالي مشتقات الدالة X بالنسبة إلى T هو exponential T في F sub X وزائد مشتقات الدالة Y بالنسبة إلى T هو 2 و F sub Y هذا بالنسبة إلى المشتقة الأولى المشتقة الأولى سهلة مثل المثال السابق أيضا كانت سهلة المشتقة الأولى الآن لدينا المشتقة الثانية اللي هي البارشيل سكوير W إلى البارشيل T سكوير وبالتالي هذا تساوي اللي هي المشتقة بالنسبة إلى T لهذا المقدار اللي اشتقينا اللي هو exponential T F X زائد 2 F sub Y الآن أيضا نتلاحظ أنه بالجزء الأول الجزء الأول هو exponential T F sub X هذا هذا دال T 2 هم معتمدة على T وبالتالي هنا اشتقاق وحيكون ضغب دال T في حين الجزء الثاني وهو 2 F sub Y هذه دال لوحدة معتمدة على Y وبالتالي اشتقاق ها سيكون مباشرة الآن نشتق الجزء الأول مشتقة الأول سيكون exponential T مثل ما هي في F sub X أما الجزء الثاني سيكون أثبت الأول exponential T وأشتق بالنسبة إلى F sub X أشتقها بالنسبة إلى T شو سيكون أشتقها أقول هي F X X سيكون أشتقها إلى X وأشتق X إلى T زائد F X أشتقها إلى Y والpartial Y إلى partial T هذا بالنسبة للمشتقة الجزء الأول الآن بالنسبة للجزء الثاني اللي هو الاثنين F of Y الاثنين تنزل ثابت ففقط أشتق هذه F sub Y أشتقها لل T إذن F Y X partial X للpartial T زائد F double Y F الآن exponential t f sub x مثل ما هو ينزل زائد exponential t مشتقة ال x بالنسبة إلى t exponential t والf double x تنزل زائد مشتقة ال y بالنسبة إلى t اثنين اثنين f x y زائد اثنين واعدنا مشتقة ال x بالنسبة إلى t exponential t f y x زائد مشتقة ال y بالنسبة إلى t هي اثنين و f double y الآن هذه وتساوي exponential t f sub x هذه مشتقة مفادة ما راح تشتركوا يا اي مشتقة ثانية عدنا exponential اثنين t راح دخل exponential t على هذه المشتقات f double x زائد اثنين exponential t f x y زائد اثنين exponential t f y f y x وزائد اغبعة f double y وبما انه المشتقات هنا انا مستمرة فال f x y ساوي لل f y x وبالتالي exponential t هو ال x وبالتالي هذا هو x f sub x عدنا f double x اللي هي المشتقة الثانية لكن exponential 2 t هو x تربيع زائد x تربيع f double x عدنا اثنين exponential t f x y واثنين exponential t f y x لنه هذه هي متشابهة بس خلق نغتبها نكتبها بصورة صحيحة هذه y x بالشكل اذا قلنا عدنا اثنين exponential t واثنين exponential t حيطيني 4 exponential t وال f x y ساوي لل f y x وبالتالي هذا يقدر اكتبها زائد 4 x f x y واحد ما اختار زائد 4 f y هذا بالنسبة الى المشتقة الثانية لل w بالنسبة الى t الان المثال الاخير بهذه المحاضرة اللي هو show that المشتقة الثالثة بالنسبة الى f المشتقة x تغبيع مشتقة y ساوي ل المشتقة الثالثة بالنسبة الى f المشتقة الاولى الى y ومشتقة الثانية الى x هذا شوك if f and its partial derivatives are all continuous اذا كانت الدال ل f وكل مشتقات ها جزئية هي دوال مستمرة الان حتى نحل هذا المثال الان الان مثال 17 المطلوب اثباته هو انه المشتقة الثالثة بالنسبة الى الدال f الى المشتقة x تغبيع مشتقة y يساوي للمشتقة الثالثة بالنسبة الى f والمشتقة بالنسبة الى y والمشتقة بالنسبة الى x تغبيع الان شو اغرى هكتب هذي المشتقة الاولى احبدي بيها اغرى هكتبها بالشكل التالي هي apartial parkial x و partial partial x المن للpartial f إلى partial y. هذا هو الجزء العيسر. طرف العيسر نبدأ من الطرف الايسر إ Subsid Quelle Noir إذا نوصل إلى الطرف الايمن. هذا هو الجزء الايسر. هذا أقدر أكتب بالشكل التالي هو dipartial t sorting x المن للpartial التربيع partial f لpartial x partial y وبما أن الدالة وكل مشتقاتها الجزئية هي مستمرة وبالتالي هذا أقدر كتبه بشكل التالي هو partial إلى x المن partial square f على partial y partial x هذا بسبب أن الدالة وكل مشتقاتها الجزئية هي دوال مستمرة الآن هذه أقدر أكتبها بشكل التالي وتساوي partial إلى partial x المن للpartial إلى partial y على partial f إلى partial x وهذه أقدر أكتبها هي partial square على partial x partial y المن لpartial f على partial x ولأنه الدالة وكل مشتقاتها الجزئية هي دوال مستمرة فهذه أقدر أكتبها هي partial تربية الpartial y partial x المن للpartial f للpartial x وهذه أقدر أكتبها الpartial للpartial y المن للpartial partial x على partial f إلى partial x وبالتالي هذه تساوي للpartial إلى partial y على partial تربية f إلى partial x تربية والخطوة الأخيرة اللي هي راح تنطيني الطرف الأيمن اللي هي تساوي المشتقة الثالثة بالنسبة إلى f على المشتقة بالنسبة إلى y والمشتقة الثانية بالنسبة إلى x هذا هو الطرف الأيمن وبهذا تنتهي محاضراتنا لهذا اليوم بالنسبة إلى هذه المحاضرات المحاضرات الفصل الرابع إن شاء الله نستكمل المحاضرات الفصل الرابع بالمحاضرات القادمة إن شاء الله وشكرا لإصغائكم ترجمة نانسي قنقر